سعادة الفريق أول قضية الدمج هذه كانت من بين القضايا الأساسية والتي كان هناك ما يشبه التوافق بشأنها حتى وإن اختلفت بعض التفاصيل كما ذكرت المرتبطة بالجداول الزمنية هل قائد دعم السريع إحمدتي في نقاشاتك المتتالية معه كان لديه تحفظ على هذه النقطة أو رفض لمسألة أن تدمج الدعم السريع داخل قوات المسلحة؟ والله يقولنا ما ناقشنا ما عرفت دعمج الدمج الداخل قوات المسلحة الهشاء معروفة يعني فيه اتفاق بينه مع رئيسة البروان نحن فيه وكاكرة مطاف لا يكون في دماج الداخل قوات وجا زار في اتفاق الطريق لحن نكون جيه سودان جيه مواحدة ويكون في جراد دماج الداخل قوات الموجودة ويكون هناك مواسسة الامنية في سودان وطوان ناقشنا في التعليق الداخل قوات المسلحة ناقشنا فيه سياسة لحن ناقش دماج أو مثلا اي عمل الداخل فيه واجبات الداخل قوات الموجودة والجيش ومواساد الداخل وطوان نحن نحن بهمنا لان في الظرنين فيه ما ناقش في تفاصيل مين البداو ومين القسر ومين الحرب نحن اذا يعود نوصل لحل القضية نحن نجلس مع كل قوات وناشر كل قوات نحن يقبل بقبول بطربيرة ناحش نوصل فيه لوالاق النار واعداء ناحش نحن تقتربات لان نار الشامل ناحش نحن نوصل فيه لحل السياسة في السودان ناحش نوصل فيه لولوت أي كلام فلان قال فلان قال دون أن نتطرق لفلان نحن الآن السودان والجنوب السودان نحن دعاكلين وسائل بين الطرف الصلاة والحرب ونحن الآن لغنا نتكلم عن السلام والاستقرار لن أسألك من هو الطرف لكن هل لديك معلومة أنت أو لديك قناعة بمن الطرف الذي أطلق الرصاص الأولى نعم أو لا نحن ما ينين معرفون من طالقة لكن الراشد عنه كل الأقوان أطلق جام قال صحيح لكن كيف نقف أولا جي يقولون دوما حتى في الثقافة السودانية في حل المشكلات وفي حل بعض المشكلات التي كانت مرتبطة حتى بانتفاق جوبا للسلام مخاطبة جذور الأزمة حتى نتمكن من الوصول إلى حل راسخ القدم كما يقولون ما هي مسببات هذه الأزمة حتى نتمكن من مخاطبة جذورها ومن ثم حلها دون الخوض في تفاصيل قد يكمل الشيطان فيها نحن الآن خلاص حزمة بدأ نعم نحن الآن ما نبدأ مين ما بدأ الحزمة الخلاص ده موضوع مسبباتها ليست من الذي أطلق لكن الحلو كيف ندير حزمة حزمة بطريقة عاقلة بطريقة أفعامة جدا كيف ندير وكيف نوصل فيه لإتفاق وكيف نوفل فيه لأرضاء كل الطرف العنش عليه السلام نحن الآن بعد نوصل للجلسة في التربير نناقش بكل وضوه مين البدأ ومين ما بدأ ده مرحلة تان نحن الآن نوقف الحرب موجود في سونات نوقف السرارة موجودة يكون فيه سلام يكون فيه استقرار في بلد وبعدها نجي بعدين تفاصيل للحقة وكننا وصل كله لجلالة حقيقية غير نجي بالتفاصيل في قضايا جملة كل قضايا قضايا السياسية قضايا الأمنية أنا سؤالي في هذه النقطة هل المشكلة كانت مشكلة سياسية وبالتالي علينا أن نتعاطى معها سياسية مشكلة حصلة مشاكلة سياسية السودان الآن قيابة دولة قامل أي دولة مش هل هنا فيه السراعة في داعة دولة السودانية وكان فيه شراقة بين العسكر والمدنين وصل فيه اتلاف وبعدها الناس بيجي يرجع لحل القضايا السياسية بوسائل متلفة منه اتفاق الطارق فيه رعفرين وفيه رضيانين وانا كل قضايا جملة الآن موكده لحنا قلاص مشا نحن الآن مشين في مرحلة جديد السودان يكون موجود والماء يكون موجود لحنا الآن في حالة دائرة في بلد واصل نزوه في شعب السوداني الآن جارين من الخوف في كل بغا في في كل دورة جوارة على السودان وتقال الآن لازل نوقف الدم على مناعة السودان وانا كيف تفاصيل كيف ندير الملف بطير ابضل اللي يرضى كل شعب السودان لا سلام ولا محبب بين شعب السودان هناك طرح مقدم من جانب القوات المسلاحة السودانية بأننا لن نتفاوض مع الموصومين بأنهم متمردين إلا فيما يخص التفاوض على وقف إطلاق النار أكثر من ذلك لن نتفاوض على الأقل في هذه المرحلة ايه زول بقاتل بقول لوقاتو و ايه زول في ميدان بقول كلامو لكنو كيناس بيجي بجي بجلدس وناس وصل فيه لولول بلغا في حال ده اللغة إيا أسكرية ايه أسكرية شعال بودوقية قاعد في حال الكتال ما بقدر كلام إلا تحقيق حي في زينو لكن ليه البقاتل كل من الوطن الواحي نحنا الآن وارمو صلاة برايو عدام سيري برايو لكن نحنا أساء السلام نحن دارين سقرار نسأل حال لكل طرف يرضى كل طرف شنا وصل فيه لأسراب